أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس ذلك منذ انضمامها له مطلع العام الجاري والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل في جميع آليات عمل التجمع في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأعضاء البريكس وخلال مشاركته في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس المنعقدة تحت عنوان تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين ثمن الرئيس السيسي الجهود التي بدرتها الرئاسة الروسية لتجمع البريكس في مختلف المجالات والموضوعات فضلا عن جهود روسيا في إدارة المناقشات الخاصة بتوسيع الشراكة مع الدول الصديقة والمؤثرة مما يعكس الرغبة المشتركة في إعلاء صوت الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي قد صلت الضوء خلال كلمته على الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية والتي تدفع إلى العمل بقوة نحو ضمان فعالية المنظومة الدولية التي أظهرت بوضوح عجزها عن التفاعل مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة والعضوان الإسرائيلي على لبنان على الرغم من التحذيرات المستمرة من العواقب الوخيمة لهذا الصراع ولتوسعه وأشدد رئيس السيسي على الأهمية الكبيرة لتجمع البريكس مستعرضا أولويات مصر في هذا الإطار والمتمثلة في أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستحداث آليات مبتكرة وفاعلة لتمويل التنمية على غرار مبادلة الديون من أجل المناخ مع تعظيم الاستفادة من الآليات التمولية القائمة في ظل ارتفاع فجوة تمويل التنمية إلى حوالي أربعة تيرليونات دولار في الدول النامية وأكد الرئيس السيسي ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة لإصلاح الهيكل المالي العالمي بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز استجابتها للاحتياجات الفعلية للدول النامية وأهمية تعزيز التعاون بين دول تجمع البريكس في مواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ فضلا عن وجوب استثمار المميزات النسبية التي تتمتع بها دول التجمع لتنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات الاقتصاد الرئيسية خاصة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحولية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار إضافة إلى دعوته لتكثيف وتعميق التواصل والتعاون الثقافي بين الشعوب اشتركوا في القناة